طيب خلينا بقى نشوف لبيرامدز عمل ايه ومدير الفني لبيرامدز في المؤتمر الصحفي تاكس جونيس بعد الخسارة من النادي الاهلي برضو اهم التصريحات الخاصة بتاكس جونيس قال ان الفريق الافضل لا يفوز دائما وبيقول ان الاهداف التي تلقيناها غريبة الاول من تزديد على بعض 30 يارضة والتانية من ركنية والتالتة من هدف اللي هو بالنيران الصديقة فقط الكثير من النقاط يبدو انه من يسألني متفوقا في الحساب هو كان بيجاوب او بيرد على الناس اللي كانوا بيقولوا ان انت الدوري قد يحسم بعد الجولة الحداشر هو بيقول طبعا ان ده امر غير منطقي ان دوري يحسم بعد الجولة الحداشر دي كانت ابرز تصريحات تاكس جونيس مدير الفني لنادي بيرامدز